هذا اليوم هو يوم استعادة بغداد يوم اشرف بغداد وحكامها الشرعيين سيطروا تحكم بغداد وأكيد هذا اليوم راح نعيد النور إلى بغداد من جديد وراح يكون الكهف هو المكان الآمن لاستمرار قيادتنا لبغداد هذا اليوم راح يكتب تاريخ جديد لبغداد وعصرنا فترة ونعيد بغداد إلى خارطة العالم والعراق أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر